بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته في ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية لابد من إعادة الاعتبار لنظرية الشورى وإعادة الاعتبار أيضا بنظرية الإمامة الإلهية وقراءت التاريخ بشكل صحيح على ضوء سيرة أهل البيت أنفسهم الثورة الإيرانية في الحقيقة لم تكن ثورة سياسية فقط على ملك معين شاه إيران مثلا إنما هي كانت ثورة على الفكر الإمامي الاثني عشري الفكر الشيعي القديم لأن الفكر الإمامي كان يقول بأن الحاكم يعني رئيس الجمهورية أو الملك أو السلطان الخليفة أي واحد كان يجب أن يكون معصوما ومعينة من قبل الله تعالى ومن السلالة العلوية الحسينية والنظرية الإثنى عشرية التي تكونت في القرن الرابع الهجري كانت تقول بأن هناك إماما ثانية عشر إمام الثانية عشر محمد بن الحسن العسكري هذا مولود في السر وموجود وغائب وسوف يظهر ولا يجوز لأي أحد أن يؤسس حكومة أو يقوم بثورة أو يشارك عمل سياسي في ظل الغيبة كما قال الشيخ محمد بن علي الصدوق بن علي بن بابويه الصدوق في القرن الرابع الهجري هو الذي أحد مؤسسي هذه المثابة الاثنى عشر فكان يقول نحن في عصر تقية لأن الإمام المهدي لماذا هو غائب؟ لأنه يخاف من الناس فما دام هناك خوف يعني لا يمكن إقامة دولة في هذا العصر وهذا الفكر دمر الشيعة ألف عام وهمشهم وأخرجهم من الساحة السياسية وخدرهم حتى قبل خمسين سنة السيد محسن الحكيم المرجع الكبير اللي كان في ستينات عندما تأسس حزب الدعوة وجاءوا إليه وقالوا يا سيدنا يا مرجعنا نريد أن نؤسس دولة نقيم حكومة وقالوا لهم لا لا يجوز ذلك لأنه إحنا ننتظر الإمام المهدي أنتوا فقط قموا بأعمال الدعوة للدين والأمر بالمعروف أنه على المنكر هذا فقط لا يجوز لكم القيام بدولة والشيخ محمد حسن صاحب الجواهر في القرن التاسع عشر في كتابه جواهر الكلام أيضا يقول بأنه لا يمكن كان ديك الأيام بالقرن التاسع عشر الدولة العثمانية ضعيفة جدا وثورات هنا وهناك في ليبيا وفي الحجاز وفي مصر حتى محمد علي باشا انتفض على دولة العثمانية وكاد يسقطوها وصل إلى قريب أنقرة احتل الحجاز واحتل الشام والعراق كان بعيد عن سلطة الدولة العثمانية ولكن هذا الشيخ المرجع اللي كان ديك الأيام كان يقول لا ما يجوز إحنا نسوي حكومة تحت ولاة الفقهة لماذا الإمام المهدي غائب؟ لأنه لا يمكن القيام بثورة وأقام الدولة ولذلك نعرف أن يفكر بصورة عكسية ولذلك نعرف أنه لا يمكن ما دام الإمام المهدي لم يظهر فلا يمكن إحنا أصلا ما يمكننا أصلا حتى لا يفكر بعد ذلك بأقامة ثورة أو أقامة دولة فكر الحجتية هذا اللي كان مسيطر بإيران أيضا فالقول بنظرية ولاة الفقهة أنه لا إحنا ما نشترط الأصمة في الإمام يعني الحاكم اليوم ولا نشترط أن يكون منصوصا عليه من الله لأنه ما عندنا النصوص هذه وبالتالي إحنا يمكننا نتحرر فتحرر الشيعة بنظرية ولاية الفقهة التي ألف فيها الشيخ أحمد النراقي قبل 200 سنة في بداية القرن التاسع عشر الشيخ أحمد النراقي في كتابه عوائد الأيام طرح هذه النظرية أنه الآن إحنا بإمكاننا إحنا نسوي دولة وظلت خلال قرنين من الزمن في جدل ونقاش بين علماء الشيعة أنه يجوز ولا لا يجوز ممكن لا يمكن الإمام الخميني إجاء ترحى ترحى وسود دولة بعد عشر سنين ترحى سنة تسعة وستين وتسعة وسبعين أقام الدولة الإيرانية الجمهورية الإسلامية في إيران ولكن هذه الثورة التي تقريبا الشيعة كلهم بعد ذلك تبعوا الإمام وقالوا بإمكانية إقامة الدولة وفي العراق يشوفون الآن عندنا نظام ديمقراطي جمهوري ولا أحد يشترط أن يكون الرئيس الجمهورية معصوما أو منصوصا عليه من الله أو من سلالة معينة لا أي واحد يمكن يصير رئيس الجمهورية سبعا في إيران أو في العراق أو في أي بلد آخر فهذه الثورة الإيرانية في الحقيقة هي ثورة في العقل الشيعي قبل أن تكون ثورة سياسية ولكن كثير من الناس لم يفهموا هذا التطور الجذري الحاصل في العقل الشيعي كثير من المراجع الذين كانوا لا يزالون يكررون الفكر القديم معادات الشورى معادات السقيفة انتقاد الصحابة لماذا سووا شورى وأخذوا الخلافة من أمام علي وهناك نظرية إمامه والأم منصوص عليهم من الله هذا الكلام لا يزال يسبب بعض المشاكل في إيران وفي العراق وفي كل مكان للشيعة أولا المشكلة الأولى أنه نحن لا نزال سنة وشيعة رغم أن هذه الثورة الإيرانية كسرت هذا الحاجز بين السنة والشيعة فأصبح الإيرانيون وأصبح الشيعة تقريبا مثل أهل السنة إذا لم أقلهم أهل السنة ليست مئة مئة بالضبط بكل نظرياتهم ولكن فيما يتعلق بالنظرية الأساسية الكبرى التي تفرق بين السنة والشيعة هي نظرية الإمامة وليست المساعد الفقهية الجزئية أو النظريات الكلامية الأخرى هنا أو هناك الفارق الرئيسي بين السنة والشيعة عبر التاريخ ونظرية الإمامة أن نقول أن الصحابة عملوا عملاً جيداً وعبر الشورى انتخبوا أبو بكر وعمر وأثمان وعلي والحسن بعد ذلك أم لا كان هناك نص على الإمام علي والصحابة اغتصبوا الخلافة منهم وهذه الأقدة التي التاريخية التي نحن عايشها فإذا الثورة الإيرانية عندما ألغت هذه الشروط شرط الأسمة والنص والسلالة وقالت يجوز إذن صار نفس النظرية السنية السنة في كل مكان الآن ليس في كل مكان وإنما عموماً أتكلم عدى بعض الدول الخليجية وكذا يقولون بالشورة أن الحاكم ينتخب من الأمة ويراكب ويحاسب ويغير وينتقل ومسألة عادية مثل ما بالعلاق وبإيران فإذن لا فارق اليوم بين السنة والشيعة في الحقيقة وفي الواقع إنما في أشعارات في الكلام في بعض العناوين نعم علاوين وهمية أنا أقول لذلك في هذا كتابي لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلافة الطائفة أنه أهوام أدنى كان في السابق في كلام ولكن الآن هو وهم هذا الخلافة الطائفة ليس حقيقيا المشكلة الثانية التي يعاني منها من لا يزال يتشبث بالفكر القديم هو أنه نظرية الإمام الله عين أئمة بالتاريخ 12 واحد والثاني عشر موجود وغائب وعند نواب ونوابهم العلماء المراجع الفقهاء هم نواب هذا الإمام العامون في الغيبة الكبرى كما يقولون فإذن هم الحكام الشرعيون هم ولاة أمر المسلمين لأنهم نواب الإمام فهنا رغم إقامة الشيعة في إيران وفي العراق وفي كل مكان لأنظمة ديمقراطية جمهورية وانتخابات ولكن المرجعية لا تزال تقاوم هذا التطور الديمقراطي بدعوة أنها هي أو المراجع هم هم نواب الإمام وهم الحكام الشرعيون الأساسيون فيمكن ينقلبوا على الدستور يمكن ينقلبوا على الديمقراطية يمكن يعني تكتيكيا يقبلوا فهنا صراح موجود في إيجال الآن سواء في إيران أو في العراق أو في أي مكان هناك صراح بين الثورة الحديثة الثورة الإسلامية الديمقراطية التي حدثت وأقامت الجمهورية الإسلامية وبين الفكر القديم الطائفي الذي يؤمن بنظرية هي يعني غير موجودة أو منقرضة وبائدة فلابد إذن من إعادة الاعتبار لنظرية الشورع بهذه المناسبة مناسبة ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية لا بد من إعادة الاعتبار لنظرية الشورع ما للثقيفة أنها كانت صحيحة وفي مكانها وإن شابها بعض الأخطاء أو بعض المشاكل ولكن المبدأ كان الشورع أن الحاكم ينتخب من الأمة لا يعين ما قبل الله أو لم يعين ما قبل الله ونقرأ تاريخ أهل البيت وسيرتهم نشوفهم وما كانوا يعملون سيرة الإمام علي عليه السلام سيرة الإمام الحسن سيرة الإمام الحسين بقيت الأمة أنه كانوا يؤمنون بنظرية الإمام الإلهية ويدعون هما مفروض وطاع من الله أو لا ما كان يعتقدون ذلك إنما هذه كانت نظريات سرية تنسب لهم بغير المهم وبدعواء التقية أنهما كانوا يمارسون التقية لم يكون يصرحون ولكن هم سرا كانوا يتكلمون وهذا شلو نتأكد من عنده هذا مصحيح فإذن يجب أن نقوم بثورة ثقافية الآن لإتمام الثورة السياسية الفكرية التي حصلت ونتخلص من شوائب ومخلفات نظرية الإمامة البائدة والمرفوضة من قبل الشيعة اليوم العجيب بعض الناس اللي هم يعيشون الآن في ظل الديمقراطية وفي ظل الشورى مثلا ولكنهم لا يزالوا ينتقدون مبدأ الشورى مثل الأخ أدنا الأخ كريم صبري شعبان يوجه رسالة إلي يقول يا شيخ يا أستهل لا وجود لأي دليل على تلك الشورى المزعومة يجيب نقاط خمس نقاط أولا لم يؤسس لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنين لم يؤسس لها من جاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لم تطبق لا في عهد النبي ولا في عهد من جاء بعده أربعة النص الشيئي يؤكد الوصية لعلي بن أبي طالب وخمسة النص السني يؤكد الوصية لأبي بكر وفأين هي الشورى في الحقيقة هو هذا الإشكال اللي باقي عند بعض الناس أنه صحيح شوفوا الشورى مبدأ في القرآن والشورى ما فيها آية قرآنية أنه النظام الإسلامي أو الدستور يكون قائم على الشورى في آية شورى في مكة نزلت وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم مبدأ هذا عام النبي لم يؤسس لنظام الشورى هذا نفس الإشكال اللي طرحها السيد محمد باقي الصدر رحمة الله عليه في تأييده لنظرية الإمامة قال إنه إذا كان إذا كان النبي قد عين نظام الشورى فكان عليه أن يبين تفاصيلها يبين من ينتخب من ينتخب كم مدة الحكم ما هي علاقة الحاكم المحكم تفاصيل في كتابه في كراس عنده حول الولاية الرسالة حول الولاية أو شيء طيب الجواب لهذا السؤال هو أنه ما هو البديل يقول نظرية الإمامة طيب نظرية الإمامة هل فصل فيها رسول الله هل ذكر العم 12 هل ذكر الإمامة في أولاد حسين موم في أولاد الحسن وكيف تنتقل الإمامة من واحد لآخر هل هناك وصية أو نص على أحد من الإم التالين خل نفترض هناك نص على الإمام علي حديث الغدير مثلا اللي هو مشكوك في مفهومه في كلام فيه أنه هذا نص جلي ولا نص خفي مثلا فضل إمام علي ولا حادث عرضية ولا لا النبي كان يريد يؤكد على الوصي يعني الخلافة الإمام علي طيب بعد الإمام علي كيف تكون الخلافة لماذا قبل الإمام علي بالشورى ودخل في شور الأمرية الستة الذين عينهم عمر لماذا الإمام حسن تنازل عن الخلافة وعطاه المعاوية بعدين لماذا بقيت لأم لم يجعو ولم يفكروا بالسلطة والخلافة واعتزلوا يعني يظن هناك إشكالات كبيرة على نظرية النص مو فقط ما يكفي فقط نقول والله الإمام علي النبي نص عليه في حديث الغذير طيب وبعدين كيف تنتقل الإمام لماذا انقطعت هذه السلسلة في القرن الثالث الهجري قبل 1200 سنة لماذا انقطعت هذه الإمام إذن هي مو صحيحة ماذا انقطعت تقولون والله إمام مخفي هذا مو كلام إمام مخفي هذا مو حج على الناس ولم يقم بأي دور إمام مخفي شنو معناته إذا الله عين إمام فيه يجب أن نقوم بدوره من هداية الناس وقيادتهم وإدارة شؤونهم وهذا ما لم يقم بي حتى رسالة ما كاتب كتاب ما كاتب فأذن لا يوجد هذا الإمام لنعيش بوهم وبعدين نجي ندعي الله والله احنا الفقهاء نواب هذا الإمام طيب إذا هو أنتو صارتكم قدرة الحوسي والجماعة في القرن الرابع والخامس والله ما عنده أنصار قال له للشيخ المفيد وإن تقولون لو عنده 313 واحد عدد أصحاب بدر كان طلع الإمام قال لا الآن الأمور تغيرت قال له لما عندنا الآن بوهيين مئات الألوف من الشيعة موجودين قال لا يمكن ذلك الموم مخلصين طيب بش وكت يظهر ليش غايب خايف الإمام الإسماعيل يخرج وأقام الدولة الفاطمية فيعني تبريرات واهية جدا لتأليف النظرية مخدرة للشيعة هو نفس الشيخ المفيد عنده فيه كتاب اسمه رسائل في الغيبة أربع رسائل أعتقد جزء ثلاثة صفحة ثلاثة أو رسالة ثالثة يتحدث عن حالة الأئمة قبل الإمام المهدي الذي هو يعتقد به أنه حتى يبرر ليش الإمام غايب وليش ذلك الأئمة كانوا موجودين وما حسوا لمشي يقول حالة الأئمة من أبائه عليهم السلام أن الذي يظهر من أحوال الأئمة الماضين عليهم السلام أنهم أبيحت لهم التقية من الأعداء وكان يسوون التقية كل ما يتكلم ما يقولون نحن 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 السلطان بعد حكام زمانهم يعني يقصد والمخالطة لهم ولهذا أداء تحريم إشهار السيوف عنهم لا يجوز واحد ينسو التورة حرام وحضر الدعوة إليها حرام محظور هذه الدعوة لألا يزاحم الأعداء يزاحم الأعداء ظهورهم وتواجدهم بين الناس هم كموجودين بس نسوين تقيهم وما يحكون حتى ما يطرحون نظرية الإمامة ونحن أحقوا بالإمامة من غير الناس إلى أن يقول فلما ظهر ذلك من السلف من أبائي صاحب الزمان عليه والسلام وتحقق عند سلطاني كل زمان وملكي كل أوان أنه ذول ناس مسالمين مو منافسيهم على السلطة مثل الزيدية وأبناء الإمام الحسن اللي كل يوم يسوين ثورة لا ذول ناس أقال هادئين تحقق ذلك عند سلطاني كل زمان وملكي كل أوان علموا من الماضين عليهم السلام أنهم لا يتدينون بالقيام بالسيف ما يسوون ثورة ما يؤمنون أصلا بالثورة ما يدينون بها ولا يرون الدعاء إلى أنفسهم هذا الشيخ المفيد يتكلم يقول ولا يرون الدعاء إلى أنفسهم ما كان يدعون إلى أنفسهم أن هم الأئمة الذين نصبهم الله تعالى وأنهم ملتزمون بالتقية وكف اليد وحفظ اللسان والتوفر على العبادات والانقطاع إلى الله بالأعمال الصالحات فكانوا يصلون يسومون يعبدون الله ما إنهم شعروا بالسياسة لما عرف الظالمون من الأئمة هذه الحالات أمنوهم أمنوهم على أنفسهم قالوا والله ظلوا خش ناس يجيبوا تعال يمن وصار يكرموهم ويزوجوهم بناتهم ويراعوهم مطمئنين بذلك إلى ما يدبرونه من شؤون أنفسهم الحكام كلهم العباسيون خصوصا اطمئنوا إلى هؤلاء مهم السياسة ولا يفكرون بالمنافسة مطمئنين بذلك إلى ما يديرونه أو يدبرونه من شؤون أنفسهم ويحققوه من دياناتهم وكفهم ذلك عن الظهور والانتشار واستغنوا به عن الغيبة والإستثار يفسر يقول ليش ذول الأئمة يعني ما غابوا وما استتروا وكانوا ظاهرين وعايشين يقول لي أنهم كانوا مارسون الثقية يعني أنهم لم يكن أدهم مشروع سياسي لم يكن ينفسون الحكام يقولون إحنا الله معيننا طيب هاي النظرية من وين اجت الله معين هؤلاء الأئمة وشنو الدليل على واحد واحد من أدهم لا توجد أي نصوص عليهم خلي خلي إمام علي على صفحة إمام علي حديث الغدير خلي نفترض أنه صحيح في النص طيب وما بعد الأئمة ما بعد الإمام علي ما في أي نص على أي واحد من أجهز ولا أي وصية حتى ما موجودة لما أجه مؤلف النظرية بعدين ما توفى الإمام الحسن العسكري وإنما حسن العسكري نفسه عندما حسب الوفاة لن تحدث عن إمام وراح يسير بها فوقع في شيعته في حيرة مئة سنة ظلوا محتارين الشيعة ومتفرقين ومتصارعين ومتقاتلين واحد يسبل الثاني واحد يكفر الآخر شيعة الحسن العسكري غير الشيعة فرق الشيائية أو أخرى طيب هم وكان يعرف ماذا يصبح بالشيعة لماذا لم يكتب لهم فالشيعة فالترسالة فالكلام فالشيعة علامة حتى يجمعهم ويجعلهم يستمرون هذه النظرية ما كانت موجودة عند الأئمة نظرية الإمامة إنما يجوا بعديا سووا الاثنى عشرية في القرن الرابع لما نسوها لازم يرتبون القائمة ورتبوها وحدلوها طيب شلون يثبتون الإمامة إلى مثلا زين حابدين يجي أول شي هل لما يثبتون الإمامة لهذه السلالة أول شي الإمام علي الحسن الحسين طيب بعدهم إمام حسين هل أوصى إلى زين العابدين لن يوصي إلى زين العابدين هم يقولون لم يوصي الكافي الكلين في الكافي يجيب رواية يختلقون روايات في الحقيقة ومعاجز للإمامة حتى يثبتون الإمامة مو بالنص والوصية بالمعاجز فأول معجزة جابوها لأن ذول الكيسانية كانوا موجودين حتى في القرن الرابع الهجري الكيسانية كانوا يقولون الإمامة في أولاد محمد بن حنفية وهم موجودين والإمام غائب فذولا في القرن الرابع لما سووا الاثنى عشرية سووا قائمة جديدة حتى يقاومون بها الكيسانية والفرق الأخرى فاختلقوا قصة الحجر الأسود تكلم الحجر الأسود أنه يابا ترى محمد بن حنفية قال اللي زين عابدين تعال اتبعني قال لها ما ما عليك نص قال أنت ما عليك نص أنا ابن 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 طالب والبام علي وصاني أحد الأوسياء وصية العادية يعني فأنت يا زين عابدين ما عليك نص من الله تعالى قال إيه صحيح بس أنا عندي معجزة قال شنو معجزت قال امش متكلم نروح نحتك من الحجر الأسود أول أسطورة هذه اللي بنيت عليها نظرية الإمامة امش رحل الحجر الأسود راح للحجر الأسود قال يا عام تفضل سلم على الحجر الأسود محمد محنفيا قال السلام عليك أيو الحجر الأسود ما رد عليه وحجر ما يتكلم قال زين أنت تكلم شوف يرد عليك لو ما يرد راح زين عابدين قال السلام عليك أيو الحجر الأسود قال أبو عليك السلام ورحمة الله وبركاته وأنت الإمامة هذه القصة وين صارت بالكعبة ما حد ما شافها ما حد ما رواها ما حد ما ذكرها بالتاريخ فهد معجزة كبيرة لم تحدث حتى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسركين كانوا يطالبون النبي بمعجزة آيات كثيرة بالقرآن تحكي عن طلب المسركين النبي يجيبون وكان أقول لهم هل كنتوا إلا بشرا رسولة أنا بشرا رسول ما أجيبكم معاجز ما أجزت القرآن فقط لو كان النبي يسلم عن حضر الأسود وقال تكلموا وياهم بالله تكلموا وياهم وكل مسؤول المسلمين في لحظة واحدة كذلك الإمام علي كذلك الحسن كذلك هذه أسطورة شوف يبين شوية يفكر فيها أول ما ذكرها الصفار والكلين بعدين إجا الصدوق والطوسي والمفيد يعني يبنون نظرية الإمامة على هذه الأسطورة طيب والإمام الباكر شنو نص عليه ما حده نص من زين عبدين عليه الإمام الصادق لا يوجد نص عليه يقول لك الإمام الباكر كان يسوي من الطين فيلا ويركب عليها ويطير وروح إلى مكة ويرجع هاي أساطير هاي وكل الإمام يسألهم هكذا أساطير قصص معاجز على الأساس هذا ليس معاجز هذا أساطير لأنه في فراغ لا توجد نصوص ولا وصايا على الإمامة وأصلا هذه النظرية الإمامة لا يعرفوها كما شفنا الشيخ المفيد هو يذكر هو يسجل يبرر غيبة الإمام الثاني عشر لأنه كان مشهور سيخرج بالسيف واني قال له كان مشهور أصلا ما كان في حديث عنه ولا في ذكر إليه سابقا ثم افترضوا أنه كان خايفين من عنده جماعة سيقوض الدولة العباسية وما قوضها فيفترضون يسوون روايات لي ورا يعني من قبل أنه سوف يحدث كذا وكذا فهذه المشكلة أنه في هاي النظرية ما موجودة طيب الآن الشيعة ألف سنة عاش بهذه النظرية والله احنا نؤمن بالأيام الاثنين عشر وزول المراجع هما النواب قبل إمام الثاني عشر الغائب الآن حدث الثورة في العقل الشيعي وصار الثورة جمهورية إسلامية جمهورية العراق كل مكان انتخابات أفغانستان أو تركيا ولبنان وكل مكان كل انتخابات الشيعة يؤمنون الآن بمبدأ الشورى فليش نجي نناقش والله الشورى كانت صحيحة أو مصحيحة الله سبحانه وتعالى لم يتحدث في القرآن الكريم ولا النبي محمد صلى الله وعليه وعليه حول الدستور والنظام الحكم ترك هذا الموضوع للناس أعطاهم قيم وأخلاق ومبادئ وهم أحرار الناس الأحرار يجتمعون ويعطوا وكالة إلى أحد منهم لكي يدير شؤونهم يأخذ الوكالة هاي نظرية العقد الاجتماعي اللي بعدين الأوروبيين أخذوها من الأجناء فالعقد الاجتماعي يعني أنا بيع البيعة على شرور أنا أعمل بكذا وكذا هذا برنامجي مثلا هذا ما أعيد به وإذا أنا خلفت فأنتم لكم حق أن تغيروني أو تبدلوني وديهم واحد ثاني غيري فالسلطة سلطة الناس الناس هم أحرار وأنه أكو السنة يقولون بالنصة على العبيب بكر لا السنة ما يقولون بذلك كم واحد كانوا بالتعليق يقولون أشخاص ابن كيمية وغيرة وإنما عامة السنة عبر التاريخ يقولون النبي ترك المسلمين بدون أن نعين أحدا عليهم صحيح أوصى إلى عبيب بكر أن يصلي مثلا في آخر أيام في المسلمين فهذا كان من الدليل على الخلافة الخلافة ما بيها لا نص على إمام علي ولا نص على عبيب بكر ترك الأمر شورى والمسلمين بعد ذلك انتخبوا أبا بكر صحيح لأنه لم يكن يوجد دستور واضح وصريح ومفصل من يشترك بالشورى من إلى حق مثلا أن يرشح نفسه من إلى حق ينتخب هذه مواكات موجودة صدفة بسرعة بعد وفاة الرسول حدث فراه فباذر الأنصار إلى الثقيفة لانتخاب واحد من أجهم إمارة داخل المدينة ثم داخل المهاجرون وتناقشوا أنه ينسوا دولة عربية في الجزيرة العربية كلها مو فقط في المدينة فانتخبوا أبا بكر فما صار شي يعني والصحابة الكرام لم ينكنبوا على الإمام علي عليه صحيح ربما في الثقيفة لم يعني عندما البيعة الأولى مو بيعة ما استقرت البيعة بالثقيفة هذا إجهوا صدفة وبسرعة قعدوا وانتخبوا أبو بكر بعدين إجهوا للمسجد وظلوا ثلاثة أيام عرضين أبو بكر والمسلمين يتناقشون ما كلهم آمنوا نفس اللحظة أو بايعوا نفس اللحظة وحجست بعدين إمام علي ورسية شور إجهوا بايع ما أجبروا على بايع في نفس اليوم وخلصت القضية ليش نسوي أقدة حتى الآن إحنا شيعة وصنة إحنا شيعة شنو يعني لا إحنا ما نقبل بالشورة ما صارت وراحت فنسوي أقدة ونجي نهاجم الصحابة الكرام المهاجرين والأنصار ونحكي عليهم ونقول لولا ارتدوا ولولا مثلا خالفوا النبي ولولا يعني انقلبوا على هذا أو ارتدوا على هذا كل كلام صحيح يعني الله سبحانه وتعالى عندما يمدح الصحابة الكرام وخاصة السابقين الأولين يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل عليهم السكينة السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا في صلح الخديبية وأيضا آية أخرى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يعني سوف الآيات تتحدث عن حموم الصحابة أصبح صحيح الصحابة أيضا كان فيهم منافقين ومعطهم الله سك النهائي أنه ممكن يعني ينحرفوا ممكن يرتدوا ولكن بدليل نقول فلان واحد مثلا ارتد فلان واحد خان فلان واحد مثلا قام بجريمة معينة أما عامة الصحابة الآية تتحدث عن أموم الصحابة عن أموم بالخصوص السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار اللي هم قاعدوا في السقيفة من قاعد في السقيفة شيوخ الأنصار وشيوخ المهاجرين فالله يقول الذين اتبعوهم بإحسان إحسان في عملهم الصالح بإحسان فالله رضي عنهم الجميع ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار فليش نجي نسوي نعقدة ونظل بعد ما حصل التطور الجذري الكبير في العقل الشيعي نحو الشورى ونحو الديمقراطية والانتخابات والجمهورية نحن نظل نتحدث عن والله السقيفة جماعا قلبوا على إمام علي وأخذوا خافة من عنده وأقصبوا وإمام علي ما يقول ذلك قد يكون يشعر إمام علي هو أولى ولكن الناس انتخبوا هذا من حق الناس الله لم يعين أحدا الناس انتخبوا فلان أو انتخبوا فلان مثل ما الآن تجري انتخابات يمكن أنا أقول والله أنا أفضل واحد لازم يرشحوني إلي ولكن هذا مسألة مو بيدية بيد الناس إذا الناس انتخبوني أهل مسألة إذا ما انتخبوا انتخبوا واحد آخر هم أحرار هذا من حقهم في انتخاب الحاكم هذا حق للناس الله لم يعين فيه شيئا لم يحدد فيه أحدا لم يتكلم فيه ترك الأمر للناس إلى يوم القيامة النبي يجي جاب بادئ وقيم وأخلاق وعبادات وعقائد لم يتحدث عن الدستور ونظام الحكوم فإحنا نقف في فترة معينة في تلك الفترة الأولى والله كان هناك نص على الإمام علي طيب وبعد الإمام علي لا يوجد أي نص على أي إمام آخر لا توجد أي وصية على أي إمام آخر حتى الإمام علي لا توجد فيه وصية من النبي هو كان وصي رسول الله فيه قضاء دينه ديوينه ورعاية أهله ولكن ما كان وصي بالخلافة والإمام فهناك فرق كبير ابن سبع إجاء استغل المسألة عن هذا كان وصي النبي فإذن كان مثل ما يوشع بن نون كان وصي موسى فاستمرت الإمامة أو الخلافة في ذريته فيجب أن تستمر الخلافة في ذرية الإمام علي وبعدين السبعية أعطوها للكيسانية لمحمد بن الحنفية أعطوها يعني بعد الحسن الحسنين قطعت السلسلة فلابد الحقيقة في هذه ذكرى المهمة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران انتصار الثورة العقلية الجذرية الديمقراطية في العقل الشيعي فلابد أن نعيد النظر في نظرية الإمامة ونقرأ سيرة أهل البيت كما هي في الواقع ونقرأ أقوالهم الظاهرية وأعمالهم الظاهرية ولا نقرأهم بصورة مقلوبة باسم الطقية وباسم النظريات السرية هنا المشكلة أنه أحنا ورثنا جماعة ألفون النظرية بالقرن الرابع هي بنيت على أقوال مضادة لسيرة أهل البيت ومعاكسة لها أقوال سرية ومعاكسة وخدرتنا وأضرتنا ألف سنة الآن نحن بحاجة إلى أن نتحد جميعا المسلمون جميعا بحاجة للانتحال وبحاجة للتحرر من الأنظمة الظالمة المستبدة الدكتاتورية الطاغية وهذا يكون بإعادة الاعتبار إلى نظرية الشورى إلى السقيفة التجربة الرائدة في التاريخ الإسلامي وأيضا إعادة قراءة مذهب أهل البيت من جديد هذا المذهب الإمامي ليس مذهب أهل البيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته